الجنرال المالي السابق أمدو آيا سونوغو قائد انقلاب الثاني والعشرين مارس عام الفين واثني عشر ضد الرئيس الأسبق أمدو تماني توريه يعلن وستة وعشرون آخرون معه في السجن الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على انتهاء فترة محكوميته دون أن يتم الإفراج عنه وتوجه لسونوغو والمعتقلين معه في ذات الملف تهم وغطية لواحد وعشرين عسكريا ووضعهم في مقبرة جماعية تم العثور عليها عام الفين وثلاثة عشر بالقرب من العاصمة باماكو وقد فتح ملف المعتقلين للمرة الأولى في الثلاثين من نوفمبر عام الفين وستة عشر قبل أن يتم تعليقه من أجل إعطاء الوقت الكافي للتحقيق في الجثث التي تم العثور عليها وهي الفترة التي تقول هيئة الدفاع عن سونوغو وزملائه إنها تجاوزت الأجل المحدد من الناحية القانونية ويطالب ذو أسر الجنود المغتالين من حين لآخر السلطات المالية بإنصافهم ومنحهم حقوقهم وكانت السلطات المالية قد ألقت القبض على الجنرال سونوغو شهر نوفمبر عام الفين وثلاثة عشر ووجهت له تهم القتل والاغتيال وقد أدخل الانقلاب الذي نفذه سونوغو البلاد في أعمال عنف كبيرة خصوصا أنه تم بالتزامن مع دخول الجماعات المسلحة إلى الشمال المالية ما ألقى بظلال على الأوضاع الاجتماعية والأمنية في البلاد واستدعى تدخل القوات الفرنسية في الشمال من أجل طرد المسلحين الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من المدن الشمالية